موسيقى الرئيس السيسي يجريت تصالى هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس موسيقى الحكومة تنفي الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية موسيقى الاهل يتوق بالمركز الثالث ويحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية موسيقى اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا امس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتناول الاتصال التشاور وتبادل وجهة النظر بشأن اخر التطورات على الساحة الفلسطينية في اطار التنصيق المستمر في هذا الصدد بين البلدين الشقيقين وقد اكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والاستمرار في جهودها الدقوبة بالتنصيق الوثيق مع الاشقاء الفلسطينيين والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة خلال الفترة المقبلة سعيا لدفع جهود عملية السلام من اجل حل القضية الفلسطينية وفق القرارات والمرجعيات الدولية من جانبه اعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي امس بشر الخصوانة رئيس مجلس الوزراء الاردنية كما استقبل الرئيس السيسي الدكتور عسون بن سعيدة عضو مجلس الوزراء السعودي المزيد في سياق هذا التقرير استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بشر الخصوانة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الاردنية الهاشمية وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان رئيس الوزراء الاردني نقل تحيات جلالة ملك الاردن للسيد الرئيس معربا عن حرص الاردن على التنصيق والتشاور المكثف مع مصر ازاء مختلف القضايا وكذلك تطوير افاق التعاون الثنائي وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات وفي ضوء اهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الامة العربية من جانبه طلب السيد الرئيس النقل تحياته للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين مشيدا سيادته بحسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال الزيارة الرئاسية الاخيرة الى الاردن وذلك في ضوء ما يتمتع به البلدان الشقيقان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات اخوية على المستويين الرسمي والشعبي ومعربا عن التطلع لمواصلة التنصيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات سواء ثنائيا او في اطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق لسيما في ظل تعظم التحديات التي تواجهها المنطقة واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول استعراد مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتعلق بالتعاون في ملف الطاقة ومكافحة الارهاب والفكر المتطرف وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين فضلا عن بحث الاليات الفعالة من اجل تنفيذ المشروعات المتفق عليها في اطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن اخر مستجدات الاوضاع الاقليمية حيث تم التوافق حول اهمية استمرار التنصيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة بهدف التأكيد على مبدأ التسوية السياسية الشاملة لمختلف النزاعات والقضايا في المنطقة كما تم التطرق الى تطورات عملية السلام في الشرق الاوسط وتنصيق المصري الاردني في هذا الاطار خاصة في ظل نتائج الاجتماع الوزاري الاخير لجامعة الدول العربية في الثامن من فبراير الجاري حيث تم تأكيد اهمية العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الازمة الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية بهدف حل حالة عملية السلام واستئناف المفاوضات كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير اسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد عصام بن سعيد نقل رسالة للسيد الرئيس من اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائية كما تضمنت التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص المملكة على تعزيز اطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الاصعضة ومواصلة مسيرة العمل المشترك وتنصيق المكثف مع مصر ازاء مختلف القضايا الاقليمية والدولية من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته الى شقيقي العهل السعودي وسمو ولي العهد مؤكدا سيادته الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية باسرها لا سيما في ضوء الضوء التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها وقد تم التوافق خلال هذا اللقاء على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي فضلا عن تدعيم اواصر التضامن العربي نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المعاقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من انباء بشأن الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الادارية الجديدة من جانبه نفى البنك المركزي المصري تلك الانباء وشدد على ان حسابات وارصدات عملاء البنوك هي اموال خاصة باصحابها ولا يجوز الاستقطاع منها او المساسي بها تحت اي مسمى طبقا لاحكام الدستور والقانون كما قام المركز الاعلامي بالتواصل مع شركة العاصمة الادارية الجديدة والتي اكدت على ان تمويل كافة مشروعات العاصمة الادارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماما من خلال الاعتماد على ايرادات الشركة من حصيلة بايا الاراضي للمستثمرين صرح وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار بانه جاري الانتهاء من اعمال الهيكل الخرصاني واعمال البناء لخمسمائة واثنة عشرة وحدة سكنية نموذجي الف وباء وذلك بالاسكان المتميز بمدينة الفشن الجديدة مشيرا الى انه تم البيت في اعمال التشتبط ببعض العمارات اعلنت وزارة الصحة والسكان امس عن خروج ثلاثمائة وست وسبعين متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى مائة وثلاث وثلاثين الف وسبعمائة وسبع حالة واوضحت الصحة انه تم تسجيل ستمائة وثلاث حالات جديدة ثبتت ايجابية تحليلها مع مالية للفيروس كما لفتت الوزارة الى وفاة الثلاث وخمسين حالة جديدة ورياضيا توجى نادي الاهلي بالمركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للاندية والمقامة في قطر بعدما فاز على فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة اثنين في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب المدينة التاليمية بالعصن القطرية الدوحة بعد التعادل السلبية